موسيقى هلا والله سلام عليكم ورحمة الله وبركاته كيف حالكم طيبين بخير مبسوطين رجعنا لكم بمقطع جديد ومقطع ريدد ريديمشن طبعا في هذا المقطع رح نتكلم عن لغز الأميرة المفقودة اللي نسبة كبيرة منكم يعني قد سمع بهذه الأميرة فإن شاء الله في هذا المقطع رح نبحث عنها أكثر ونشوف وين أراضيها وهل هي فعلا موجودة وأيضا رح نشوف بعض النظريات الموجودة عنها فيلا نخش في المقطع أولا بداية اللغز رح تكون في مدينة الفانهورن وتحديدا في جدار الحانة وفي الجدار رح تحصل إعلان أو ملصق وهذا الملصق رح يتكلم عن شخص مفقود ولما تقرى الملصق رح تعرف أن الشخص المفقود هي أصلا الأميرة المفقودة اللي نبحث عنها واسم أميرتنا المفقودة هو أبو اسمك الصعب ومحتوى البوستر رح يكون كالتالي جائزة علامة تعجب في الذكرى السنوية الخامسة عشر من اختفاء الأميرة إزيبو كاثرينا زاين مايستر الحاكم الشرعي لدولة ليكسنبورغ يجهز جائزة كبيرة قدرها مئة دولار للشخص اللي يحصلها ويرجعها سالمة للحكومة بعدها أعطاك تفاصيل عن الأميرة وقال أن الأميرة اختفت وهي عمرها خمسة سنوات فقط وكانت الأميرة وعائلتها في زيارة ملكية لأمريكا وهذه الزيارة الملكية كانت في شهر يونيو عام 1884 ميلادي بعدها قال لك أن شعرها أشقر ولها وحمة في يدها اليمنى وأيضا لها وحمة أخرى في خدها الأيسر بعدها أضافوا وقالوا أنه أي شخص يحصلها أرجوك أعيدها لأقرب مكتب للشيرف أو أقرب مكتب للشرطة هذا هو محتوى الملصق بشكل كامل طيب من هذا الملصق نقدر نستنتج أمور كثيرة تعالوا معايا أولا عائلتها جاءوا من أوروبا إلى أمريكا عشان زيارة ملكية عام 1884 وأيضا عرفنا أنها ضاعت وعمرها خمسة سنوات فقط ومر على غيابها واختفاءها خمسة عشر عام تقريبا يعني عمرها الآن ما يقارب العشرين عام فالآن حنا رح نبحث عن أميرة عمرها عشرين عام وأيضا رح يكون شعرها أشقر ولها وحمتين وحمة على خدها الأيسر والوحمة الأخرى على يدها اليمنى هذه هي مواصفات أميرتنا المفقودة طيب خلونا نبدأ في البحث عن أميرتنا المفقودة طبعا في شخص مهم جدا رح تقابله بالقرب من بحيرة الإليجين بول وهذا الشخص يعني رح يعطينا معلومات مهمة عن أميرتنا المفقودة تعالوا نسمع سويا طبعا زي ما سمعته هذا الشخص قال لنا انه في شخص قال له هو انه يروح ويبحث في مدينة الفانهورن لأنه مدينة الفانهورن في مجموعة من الأشياء اللي تتعلق بالأميرة المفقودة إزبو كاثرينا زاينمايستر فمدينة الفانهورن هو أول مكان رح نبحث فيه طيب أول مكان رح نبحث فيه هي حانة مدينة الفانهورن ولما تخش للحانة وتشرب لك كام ويسكي وبيرة رح يجيك شخص معين ورح يتكلم عن الأميرة إزبو كاثرينا زاينمايستر فتعالوا سويا نسمة طبعا زي ما سمعته هذا الشخص قال لنا انه فيه أشخاص عديدين جدا جاءوا لمدينة الفانهورن بحثا عن الأميرة المفقودة وطمعا في الجائزة اللي هي 100 دولار من هذا الحوار نعرف إننا في المكان المناسب لهذا اللغز طيب الثاني مكان رح نتوجه له هو محل الفنس لأنه زي ما تعرفون دائما الأشخاص اللي يشتغلون في الفنس لازم يعني يكون لهم أعمال جانبية زي شيمس يعني كان يبيع في الفنس لكن له أعمال جانبية أنه يبيع عربات ويسرق أشياء وزي كذا فعشان كذا رح نتوجه للفنس طبعا لما تخش للفنس وتيجي لهذا المكان زي ما تشوفون رح تحصل هذه الشنطة الفخمة ولما تطالع في الشنطة رح تحس إنها من طراز عالي جدا وأيضا رح تلاحظ إنه فيه دمى وألعاب موزعة حول هذه الشنطة طبعا من الدمى والألعاب ممكن رح يجي في بالك وتقول إنه ممكن هذه الشنطة يعني لبنت صغيرة أو طفل معين طيب تعالوا للشي المهم حول هذه الشنطة طبعا في الشنطة رح يكون مكتوب ثلاثة حروف اللي هو I, K, Z طبعا لما تيجي تطالع في الحروف ممكن تستنتج إنه هذه الحروف هي اختصار لإسم أميرتنا المفقودة إيزيبو كاثرينا زاينمايستر حيث أن I اختصار لإسم إيزيبو والK اختصار لإسم كاثرينا وZ اختصار لإسم عائلتها زاينمايستر طيب ليش شنطة الأميرة موجودة عند الفنس طبعا زي ما تعرفون الفنس يعني دايما يشتري أشياء يعني غير قانونية أو أشياء مسروقة يعني الفنس يشتري أي شي من أي شخص فممكن جاء للفنس شخص معين ولي له علاقة بالأميرة أو اختفاء الأميرة جبله هذه الشنطة وباعها للفنس طبعا الفنس فكر إنه أنا راح أشتريها ويعني أبيعها بسعر أغلى لاحقا الاحتمال الثاني إنه ممكن الفنس أو صاحب الفنس مسؤول أو له علاقة باختفاء الأميرة إيزيبو كاثرينا زاينمايستر طبعا من الـ IKZ الحروف اللي مكتوبة في الشنطة عرفنا بنسبة 99% إنه هذه هي شنطة أميرتنا المفقودة طيب حنا حصلنا شنطتها لكن وين الأميرة؟ طبعا حنا ما عندنا أدلة كثيرة لحد الآن عشان نعرف مكانها أو مكان الأميرة وأراضيها لازم نبحث أكثر نقدر نحصل المزيد من المعلومات حول موضوع الأميرة في أحد جرائد نيو أوفر وفي أحد الجرائد راح نحصل موضوع جدا مهم وعنوانه راح يكون اختطاف ملكي ومختصر الموضوع راح يكون كالتالي أعلن الحاكم الشرعي لدولة ليكزنبرغ وضع جائزة كبيرة جدا قدرها ألف دولار للشخص اللي يجيب معلومات مفيدة عن الأميرة أو مكان الأميرة بعدها أضافوا وقالوا في المقالة إنه الأميرة ضاعت في رحلة صيد أثناء زيارة عائلتها لأمريكا كان عمرها خمس سنوات فقط أثناء رحلة الصيد هذه وفي المقالة ذكروا بعض الاحتمالات اللي ممكن صارت للأميرة البعض قال إنه ممكن الأميرة قتلت والبعض الآخر قال إنه ممكن اختطفت وفي نسبة من الناس قال إنه في حيوان مفترس ممكن أكلها عشان كذا ما نقادرين نحصلها أو نحصل جثتها طيب من هذه المقالة نقدر نستنتج معلومات جديدة ومعلومات جدا مهمة حول لغزنا أول شي عرفنا إنه الأميرة ضاعت واختفت أثناء رحلة صيد في أمريكا هذا شي جدا مهم لازم نعرفه الشي الثاني إنه مبلغ الجائزة لم يعد 100 دولار بل إنه صار 1000 دولار كاملة طبعا الظاهر إنه العائلة يعني يأسوا بشكل كبير وحسوا إنه ما في تفاعل من المجتمع ومحد يدور عن الأميرة لذلك رفعوا السعر بشكل ضخم جدا وبشكل كبير عشان الناس يبحثون عنها أكثر طبعا في شخص آخر في منطقة بالقرب من بلاك ووتر لما تجي عنده رح يدور حوار بينك وبينه تعالوا نسمع سويا طبعا زي ما سمعته قال إنه صار له موقف غريب جدا في منطقة منزنيتا بوست ولما تروح للمكان رح تحصل عائلة نرويجية زي ما تشوفون طبعا لما تخش للبيت حقهم رح تحصل صورة مخبية تحت الأرضية زي ما تشوفون وأيضا رح تحصل جزء من جريدة نرويجية مكتوبة بالنرويجي أولا خلونا نشوف الصورة هل هذه هي الأميرة الضائعة اللي نبحث عنها طيب اللي خلاني أحس إنه هذه هي الأميرة المفقودة إنها شائلة في يدها دمية لاحظوا معايا في يدها دمية وهذه الدمية مشابهة جدا للدمية اللي حصناها عند الفنس واللي حصناها عند الشنطة زي ما تشوفون هذه هي الدمية اللي في يدها وهذه هي الدمية اللي عند الفنس مشابهة جدا لبعضها البعض طيب حن الحين جمعنا بعض المعلومات المهمة والمعلومات القيمة عن لغز الأميرة إزيبو كاترينا زاين مايستر واللي من هذه المعلومات نقدر نستنتج ونطلع بعض النظريات فتعالوا سويا نشوف النظريات طيب أول نظرية رح نبنيها على الصورة اللي شفناها قبل شوية طبعا واضح واضح من الصورة إنها نوعا ما جديدة وحديثة طبعا من صورة الأميرة نقدر نخمن إن عمرها يعني تقريبا يقارب العشرين وهنا يعطينا احتمالية إنها باقي عائشة وموجودة في مكان معين في عالم ردد ردمشينتو لكن على اللاعبين البحث أكثر عشان يحصلون الأميرة المفقودة هذه هي النظرية الأولى النظرية الثانية إنها ماتت بطريقة خلت جثتها تختفي يعني مثلا أكلها حيوان مفترس وفرمها فرم أو إنها ماتت غرقا أو إنه مجرم معين قتلها وخب جثتها يعني في بير أو كهف بحيث إنه ما حد يحصلها ويحصل جثتها فهذه هي النظرية الثانية النظرية الثالثة إنها في الدور الثاني من محل الفنس طبعا زي ما تعرفون الفنس عنده دور ثاني وهذا الدور الثاني إنت ما تقدر تطلع له لأنه مقفل زي ما تشوفون طبعا هذه النظرية نظرية جدا جدا قوية واللي قويها أكثر إنه الكلاب دائما دائما تجي عند محل الفنس وتطالع في الدور الثاني وتنبح 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 وكلنا نعرف إنه الكلاب ما تنبح عبث يعني ما تنبح إلا لما تشوف شي غريب أو إنها يعني شمت حاجة غريبة طيب في هذه النظرية عندنا احتمالين الاحتمال الأول إنه جثة الأميرة إيزيبو كاثرينا زاينمايستر موجودة في الدور الثاني من محل الفنس لذلك إنت تشوف الكلاب تطالع في الدور الثاني وتنبح 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 الاحتمال الثاني إنه الأميرة إيزيبو موجودة في الدور الثاني لكنها محبوسة ومربطة بأي شكل من الأشكال وأنا صراحة أستبعد الاحتمال الثاني وأروح مع الاحتمال الأول النظرية الرابعة إنه أميرتنا المفقودة هي هذه البنت زي ما تشوفون صح إنه في شبه بين الاثنين يعني إنه هذه شعر أشقر والثانية شعر أشقر لكن وين الوحمتين في هذه البنت اللي تقولون إنها الأميرة المفقودة وين الوحمتين ما نشايفها طبعا أيضا لو كانت فعلا هذه هي الأميرة المفقودة كان كل الناس يعني عرفوا بأمرها وراحوا بلغوا عائلتها لذلك أنا أستبعد هذه النظرية وأشوفها نظرية يعني نوعا ما ضعيفة طيب النظرية الخامسة والأخيرة راح نبنيها على حسب الجريدة النرويجية اللي حصلناها في البيت النرويجي وترجمت الجريدة بكل بساطة إنه في رجل وامرأة وطفل وجدوا ميتين ومطعونين في الغابة وقالوا إنه الطفل كان عمره فقط سنتين والشرطة أطلقت بيانه قالت إنه في سيريال كيلر أو قاتل متسلسل منتشر في غابات أمريكا ويكتل أي شخص يحصل في الغابة مهما كان عمره فهل هذا السيريال كيلر اللي قتل هذه العائلة هو نفس الشخص اللي قتل أميرتنا المفقودة لأنه زي ما قرينا في جريدة نيو أوفر إنه أميرتنا ضاعت في رحلة سيت في غابة معينة هذه النظرية موجودة ونظرية قوية أيضا طبعا لحد الآن محد حصل الأميرة المفقودة وأنا جمعت لكم جميع المعلومات عن هذه الأميرة وأيضا جبنا لكم أقوى النظريات حول موضوعها فشاركونا في خانة التعليقات آراءكم عن لغز الأميرة إزيبو كاثرينا زاينمايستر وأيضا شاركونا في خانة التعليقات أي النظريات تشوفونها أقوى نظرية بالنسبة لي أنا صراحة أشوف النظرية الثالثة طيب ابكد وصلنا معاكم لنهاية المقطع لا تحرمونا من اللايك والسبسكرايب وتعليقاتكم الحلوة حطوا لايك ليجيكم هدى الآن يدمر لكم الجبهة يلا سلام عليكم اشتركوا في القناة